شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومجمع الإصدارات المؤمنة والبكية بشأن تنفيذ عدد من الأنشطة من بينها إصدار وتأمين مجموعة من الوثائق الحكومية وخلال اجتماع لاستعراض برنامج تكافل وكرامة أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة وأشار إلى وجود تكلفات رئاسية بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية حيث وصل عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي الذي توفره موازنة الدولة إلى 4.6 مليون أسرى بإجمالي 20 مليون مواطن تقريبا